ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نتفق اليوم في 13 فبرييب اليوم العالمي للإذاعة والإذاعة الجزائرية كوسيلة إعلامية بمختلف قنواتها الوطنية الموضوعتية والجهوية أثبتت وجودها على السحر الإعلامية ماذا تقولون في هذا أو ما هو تقييمكم للدور الذي تلعبه الإذاعة في الظروف الراهنة أولا شكرا على هذه الدعوة الكريمة ثانيا خالص التحية تبريكات لكل الزميلات والزملاء في الإذاعة الوطنية وفي كل إذاعات العالم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة المصادف الذي يصادف كل سنة الثالث عشر فبري هنئا الجميع ردا على سؤالكم أقول بأن الإذاعة الوطنية يشرفني أن أقول بأنها كانت ومنذ نشأتها إحدى وسائل الإعلام الأكثر انتشارا في المجتمع الجزائري وإحدى وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا في الرأي العام الجزائري أولا بفضل ما تقدمه من برامج بفضل سمعتها الطيبة لدى المستمعين إذاعة الوطنية كانت دائما إذاعة وسيلة إعلامية هادئة وسيلة إعلامية تقدم ما تقدمه وفق ما يجب أن يقدم من احترام لقواعد المهنة وأخلاقيتها بالإضافة إلى انتشارها الواسع عبر كل ربوع الوطن الجزائري كما تعلمون بأن الإذاعة الوطنية لها في حضيرتها ما لا يقل عن 48 محطة جهوية بالإضافة إلى المكاتب الدائمة العشرة في الولايات الجديدة إضافة إلى محطاتها الوطنية والموضوعاتية هذا الانتشار الجغرافي جعلها فعلا من وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا والأكثر انتشارا في الجزائري المدينة تقسيرا في الجزائري ومع ذلك، يأتي ببعض نظام مقالصة في قبل الأمورث، في عسل الأربعيين، ومع ذلك يجب أن يكون فيه قبل الأخير، ومع ذلك، ومع ذلك، ومع ذلك، ويجب أن يكون فيه أساناً. ويضاً في غاناوين، وغانت كميل أمس لي النغي ذيكا مس محمد بغالي، فس قموت ثايرا غلانت يديل هان سواس الجناس نراديوغ يكتب عن دغا غال اليونسكو في خفار سقوساقير، أكنا ذي ليغ يديو يسمى سقوساقير يسميس الحق نراديوغ، إيه راديوغ، إيه إيه يذلس. إيه يسميغ سوزاليس مقر، إيه مغي شود آري ساغن نغلم خلطة فييرا راديو ذوغ ذوز ويديس ديسلين، ذا شوغي تخدم راديو ثاغن نوثي، إيه سجهد بوساغ ناقير أمس محمد بغالي. اللجنة الدولية لليوم العالمي للإذاعة التابعة لمنظمة النسكو، اختارت هذا العام موضوع نعم للإذاعة نعم للثقة، هذا الشعار ذو أهمية كبيرة لأنه يرتبط مباشرة بالعلاقة بين الإذاعة والجمهور. ماذا تقوم به الإذاعة الجزائرية في إطار توطيد هذه العلاقة سيد محمد بغالي؟ سؤال مهم جداً يرتبط بشعار احتفالية اليوم العالمي للإذاعة هذه السناء، السناء أفوال، نعم للإذاعة، نعم للثقة، هذا ما يرتبط فقط بعلاقة الجمهور، أي جمهور بإذاعة، أي إذاعة، هذا الشعار هو قلب المهنة التي نمارسها، وهي مهنة الإعلام، ثقة عن المصداقية، ثقة عن احترام أخلاقية المهنة، ثقة عن احترام قواعد المهنة، ثقة عن التحري عن صدقية الأخبار قبل تقديمها للقراء أو المشاهدين أو المستمعين حسب طبيعة وسيلة الإعلام. إذن هذا الشعار هو قلب هذه المهنة وعقلها، أما فيما يتعلق بالإذاعة الوطنية، كما تعلمون الإذاعة تقدم كل يوم ما لا يقل، أو أكثر من 800 ساعة بث، هذا ليس بالعدد القليل، هذا 800 ساعة هي عبارة عن كثير من البرامج الثقافية والسياسية والاقتصادية والترفيهية والإخبارية، معروف عن الإذاعة الوطنية، جديتها في تقديم كل هذه الباقة من البرامج كل يوم لكل المستمعين الجزائريين. الحمد لله اليوم كل الأصداء تقول أو يجمع المتتبعون على أن الإذاعة الوطنية هي من بين وسائل الإعلام في الجزائر الأكثر صدقية والأكثر مصدقية. وهذا ما عزز الثقة بينها وبين مستمعيها وهذا ما جعلنا نقول اليوم أو ما يسمح لنا بأن نقول اليوم بأن الإذاعة الوطنية هي وسائل الإعلام الأكثر انتشارا في الجزائر وهي من بين وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا في الرأي العام الجزائري. بس محمد بغالي كتين من هال علينا راديو غير نوت نرد ذاكن إسماء غير يومي سمان دغان غير مند بواس أجراء لنا راديو غير ثقة. بسيقيا يجيو دول بوايني نخدمي لكلية. بسيقيا يجب أن يتسفقيا للخدماء يفزن يخدمون الراديو. بسيقيا يجب أن تساعدين راديو. بسيقيا يجب أن تساعدين راديو الزائر. 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 أمس محمد بغالي. الحديث عن الثقة. نبقى في موضوع الثقة سيد محمد بغالي. الحديث عن الثقة يدفعنا مباشرة إلى الحديث عن جودة المحتوى. وقد ذكرتم ذلك قبل قليل. وعن الاعتناء بمتطلبات المستمعين. ما هي الاستراتيجية المنتهجة من طرف الإذاعة الجزائرية في هذا الإطار؟ أولا ضمن هذه الاستراتيجية أقول بأننا نعزز مبدئيا كل المكاسب الإعلامية التي حققتها الإذاعة الجزائرية. ومن أهم هذه المكاسب هي الحفاظ على هذا المصار الصدقي لهذه الوسيلة الإعلامية النبيرة والشريفة والعريق. بداية من رمضان القادم بإذن الله أسدينا كل التوجيهات للزميلات والزملاء في كل القنوات. بما فيها القنوات الجهوية. بتجديد شبكاتها البرامجية على الأقل بنسبة 50%. يعني هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة تشبيب الإذاعة الوطنية. تشبيب شبكاتها البرامجية. حتى تتلاءم مع متطلبات العصر. متطلبات الزمن ومتطلبات المستمعين الذين هم في أغلبيتهم شباب. أيضا من أجل تلبية متطلبات كل المستمعين الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن. أطلقنا كما تعلمون المنصة الرقمية الجديدة للإذاعة الوطنية التي لاقت رواجا ونجاحا كبيرين. أطلقنا أيضا بداية من الفاتح جونفي الماضي. التطبيق الجديد للإذاعة الجزائرية على الهواتف الذكية. وهذا التطبيق يلقى اليوم رواجا كبيرا ويسمح لشريحة الشباب. يسمح للجزائريين خارج الوطن. يسمح لكل مستمعي الإذاعة الوطنية أن يستمعوا أو أن يتلقوا برامجها وأخبارها وحصصها. وكل ما تنتجه في أي مكان من العالم في أي وقت. وبجودة عالية للصوت والصورة. إذن كل ما أنجز وما سينجز يهدف إلى إعادة الشباب إن صح التعبير. حسينة بندي الإذاعة الوطنية أصابها شيء من الحرم إن صح التعبير. إذن كل هذا يهدف إلى إعادة الشباب لهذه الإعادة للإذاعة عفوا. من خلال محتوياتها عبر الشبكات البرامجية. ومن خلال الأطر التي نقدم عبرها هذه المحتويات. ومن خلال الأطر التي نقدم عبر الشباب إن صح التعبير. ومن خلال الأطر التي نقدم عبر الشباب إن صح التعبير فيها إسماء الله ومن خلال الأطر التي نقدم عبر الشباب. في أسبوع من خلال الأطر التي نقدم عبر الشباب من خلال الأطر التي نقدم عبر الشباب. والدولة التي نقدم لها من خلال الأطر التي نقدمها على سبيل المسلحة. في القضي شنوين ذو قهي لاغير نعذي استراتيجي ذاكي ثنالي دفل البلاتفور منيغ نميريكي ديلان من الميكان ثنالي داك نتوفر أمور مقرن بيغا ذي تتبعان وثنالي سي جانفيي ياغير وثنالي سي جانفي ياغير أماينوث ثهجام ذا غنيت أولا ذي تاويلا ثقولا ذي تليفونات يعني العيفاذ يناغويغا ذي كفغانا سلان آيرا ديو غزبانا سلان أولا ذي تليفونات ثنالي دفل هونيلينا ماذاكي ذي ثمورث نغفر راق إثمورث خطر الإيسال اللي نتسمدون نغا أهل ندي يدي ساعدين ذي راديوغ ذويذي فازن ثمورث نغا ستقسي ينظن دغانغا مسا محمد بغالي ثمورث نغا ثمورث نغا فيتماقار أشقير ومقرن ذي ثونات هناكيغ جيو استراتيجي كي يتفديلن الزير فتقابال هيراغي ذي سانو ورسنق فيلا راق الخير ومبلاغ الشك راديو ثغانا وثيسا راديو وثينا سيتكسيف ذي الجهد إثسعى تخدم وقابل الضغاني خراغن الماضرات الشداث يزدي تكن ثمورث نغا سي الفرانية فعذا مسا محمد بغاليك تشينيغس يمانيك تسحار صدية أشحال انتكوال في ثمسال تاقيق يالثي كلت ملك تسونفك ثونيت تواجهه الجزائر سيد المدار العام للإذاعة الوطنية تحديات كثيرة في ظل ظروف جيوستراتيجية غير مستقلة في الجزائر مستهدفة من طرف بعض الجهات التي تنوي السوء لوطنين من دون شك سيد بغالي الإذاعة الوطنية بحجمها وقوتها تلعب دورا في مجابهة هذه المخاطر وقد ألححتم مرارا على هذه المسألة في مختلف تدخلاتكم سؤال آخر في في محله أولا هناك المعاينة ليس غريبا ولا مفاجئا أن تتعرض جزائرنا الحبيبة إلى أبشع أشكال الأجيال الجديدة من الحروب عبر عبر ما تروجه بعض الجهات التي كما وصفتموها تريد السوء ببلدنا الحبيب هذه الجهات تعمل على ضرب استقرار الجزائري ووحداتها وانسجام مجتمعها عبر ما تروجه من إشاعات تهدف إلى ضرب الثقة بين المواطن والدولة دائما عبر ما تروجه من أخبار كاذبة وهذا يدخل في إطار ما تتعرض له الجزائر من مؤامرات يصنفها المختصون ضمن أشكال الأجيال الجديدة من الحروب إذن هذه المعاينة لم تعد غريبة وأصبح تقريبا كل جزائريين يشاهدونها رؤية العين نحن في الإذاعة الوطنية نشعر بذورنا التاريخي في سبيل المساهمة في رد هذه الهجمات التي هي بالأساس هجمات إعلامية إذن هذا ما فعلته وتفعله الإذاعة الوطنية عبر أولا إقناع المواطنين بضرورة الحذر بضرورة توخي الحيطة في التعاطي مع الأخبار عدم تصديق الأخبار بمجرد سماعها أو قراءتها بضرورة التأكد من أي شيء ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا الإطار قدمت الإذاعة الوطنية لمستمعها عشرات البرامج ونظمت الكثير من الندوات التي ساهمنا من خلالها في إقناع المواطنين بأن ما تتعرض له الجزائر هو مؤامرة فعلا وليس أضغط أحلام من جهة أخرى تساهم الإذاعة الوطنية بشكل كبير في ربض هذه الهجمات في الحفاظ على استقرار الجزائر في الحفاظ على التوازن النفسي للجزائريين في الحفاظ على الثقة بين الجزائريين ودولتهم عبر تقديم ما يجب أن يقدم من أخبار صادقة وقراءات موضوعية وتحاليل بعيدة كل البعد عن الذاتية كنت أقول دائما ولازلت أقول وأسر على أن الرد على الكذب لا يمكن إلا عبر نشر الصدق الرد على الأخبار المغلوطة لا يمكن أن يكون إلا عبر تمكين المواطنات والمواطنين من الأخبار المؤكدة من العديد من المصادر أبدا الإذاعة الوطنية وغيرها من وسائل الإعلام الجزائرية وخاصة العمومية أبدا لم تكن ولن تتحول إلى أدوات للدعاية نحن وسيلة إعلامية محترمة نبيلة وعريقة أسس لها رجال مهنيون وفاضلون ويشتغل فيها جزائريون أيضا مهنيون وفاضلون ولا يمكن لهذه المؤسسة الإعلامية المحترمة أن تتحول إلى أداة الدعاية بل تبقى تمارس مهنة الإعلام كما يجب أن يمارس احتراما والتزاما بقواعد المهنة وأخلاقياتها وبذلك نساهم في تحصين الجزائر وحمايتها مما يحاكو ضدها من أبشع أشكال الحروب الجديدة طبعاً على سبيل المهنة وحمايتها التساعد أبشع في تحصين جزائريون أولئك ثانية مرسوية أتباً أتباً فيها هذه الدراغة، ويوض responsibility. ويجرد الاستخدام الفتاة المستخدمة للإعادة للفتاة. هذا هو لكيث يحب مختلفة الثقة فيها. تشاهد المضاويات في الموامر التواصل من الزائر لتصبحت اخبار كان باحثم من الميزة إذا كنت أدرّا في إدكاثن ذي ثمورتنا، يغيزون في غيار أغلماً ذي ثمورتنا. يالفيك التماركتون في كتوغنيتك، أكني كدننا ذو سقسينا ذاك نتكاثل ذو جيكاثيغ يكسرواثن ذينا. فنالدورنا، دورنا راديوغ نلزاير يكشم ذي تاريخي، يكشم ذو كمزروي، ونتارد سيساً لنضغان إصحان إيو إيكاثيغ إيكاثيغ، ويهدفت الدعايات اللي كذفي والديوئيغ ذاكيغ يكفغان هذا السلوغن ثاونيت ذي ثمورتنا. نتكمل ذي كتنة ناغي نفقيل ناغيغ نالحرما شراء يهيرا ويدي سلنا نزباس محمد بغالي نهال علينا راديوغ ثاعلنا، وانحبسي وهي كلا نالوقتي وكن قاد نسلتغى إيصبونسور نتعاد نتصفحيث ناغيغ نتصفحيث، ناغي ذي تيعاد نتصفحيث حينيغيثي كلت النظام ثاني ترجمة نانسي قنقر محمد بغالي. الإذاعة الجزائرية كانت دوماً سيد محمد بغالي حاضرة في المواعيد الكبرى. ولا أدل على ذلك من الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19. فباعتراف الجميع لعبت الإذاعة الوطنية دور كبير في التوعية والتحسيس والتخفيف في العبء على المواطنين. ما تعليقكم سيد محمد بغالي؟ الإذاعة الوطنية منذ تأسيسها كانت لصيقة حتى تكاد تشكل جسد واحد مع المواطنين مع مستمعيها. تفرح لأفراحهم وتطرح لأطراحهم وترافقهم في كل ما يعيشونه من أحداث صار في الكثير من الأحيان وفي بعض الأحيان في بعض الأحيان مؤلمة. فيما يتعلق بما أنجزته الإذاعة الوطنية وهذا أقل واجب فيما يتعلق بالتعاطي مع أزمة كوفيد الإذاعة الوطنية كانت في الصفوف الأولى منذ بداية انتشار الوباء. كانت في الصفوف الأولى عبر تمكين المواطنين من المعلومات الصحيحة غير المبالغ فيها. حتى وإن كانت في أغلب الأحيان مؤلمة. كانت في الميدان أيضا من أجل تحسيس المواطنين بأخطار هذا الوباء. وتحسيس المواطنين في ضرورة احترام الإجراءات الصحية المنصوص عليها من أجل مواجهة هذا الوباء. ثم رافقت المواطنين الجزائريين خلال الحضر رافقتهم نفسيا وخففت عليهم من وطأة ذلك الحضر الذي جاء صعبا جدا على الجزائريين. عبر ما كانت تقدمه خلال تلك الفترة من برامج ثقافية وترفيهية وتاريخية وغيرها. من المواد التي رافقت المواطنين خلال تلك المرحلة. بعدها جاءت مرحلة ضرورة تحسيس المواطنين بالتوجه إلى مراكز التلقيح. لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكننا إن شاء الله من التخفيف من آلام هذا الوباء. هذا على المستوى الإعلامي. على المستوى الداخلي الإذاعة الوطنية مكنت عمالها من عمليتين للتلقيح في المقر المركزي هنا في العاصمة وفي كل مقرات الإذاعة الجهوية. مؤخرا رافقت المواطنين بمناسبة الموجة الرابعة من كوفيد 19 عبر تمكينهم من الكشف المجاني على الإصابات لبيسير. بفضل التعاون المثمر والجميل بين إدارة المؤسسة والشركاء الاجتماعيين لجنة المشاركة وأيضا الممثلين النقابيين للعمال. إذن على كل الجبهات تحركت الإذاعة الوطنية للمساهمة في مواجهتها للوباء. ودفعت من أجل ذلك أرواح كثيرة نترحم عليها. وندعو الله عز وجل أن يخفف على الأهالي والأسر التي كان مصابها جللا وليس بعيدا عن قبل أيام فقدنا ما لا يقل عن ثلاثة من الزملاء الأعزاء الذين أخذهم الوباء الله يرحمهم ويسع عليهم ويصبر مواليهم إذن الإذاعة الوطنية قدمت شهداء وهي تواجه هذا الوباء وهذا أقل 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 واجب أعتقد بأننا وكلنا كلنا في الإذاعة الوطنية مطمئنون تماما من يعني ضمائرنا مرتاحة على ما قدمناه في هذا المجال وستكون إن شاء الله ضمائرنا مرتاحة لما سنقدمه في المستقبل إن شاء الله لمواجهة هذا الوباء الذي نتمنى أن يبعده الله علينا في أقرب الآجل إن شاء الله همسة محمد بغالي فني أردك أن راديو أكذ ويذي ديسلين أكذ ويقا ديسلين ذيون بمذان ذيون العفذ يعني ولش الخلاف يرسن يرد راديو ذوي ديسلين شرخي سنت المخلطة في جهدين ثناظ راديو ثفرح ما يفرح إني دايريين ثحزن ما يلاحز إني دايريين ثفد راديو ثغالنا وثفد ذي شدي يقير أن الكوفيد الساعتاش أكذ دايريين لكن في غون إيلين سوات سبوه لن وسعلم وسفهم أبعد ذي ثالث نيغ بوشمان أندغ إذايريين وفن ديمن سند قخام معنا راديو الزاير فهجاد آهيلا إسني لقن أماذ إذ لسان مغي ثوك سغن الخيق ذي سل يعني نعط ناقير الكوفيد ناقير 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 ثالث ناقير ثالث بوشرا ثالث راديو ثغن ناقير مجهود مقرن يمكن إذايريين ستفهم ذاكن أشر ثويل أوحيد إيح اللوغ سيغطان ناقير يمكن ناقير ناقير وثن آه آه ناقير يعني يعني أحري شي سل لن ثن ناقير داقل راديو اخدام راديو سفايذين نوثني ذاقل نت ستاوي لثاقي إير كلي يعني آه أشر آذ ثن ناقير الثالي ثاقي ثي رفع بطان ناقير الكورونا ثن راديو ثخذ ثفك يون تاوي المقرن آه آه أكشف بطان ناقير لبسيا وبط اخدام راديو ثن راديو نز راديو الثفغوثي اللي ثن حراح إيل فاي ذاقي خدام نيس إيل فاي ذاقي مز ذاقي ويذي دي سل لن فن ناقير سحص فضاعة ستص راحم مضا في جموث ناقير ذاقنا راديو ثق ناقير ثف كال شو حدا داق سق طان ناقير وثفهم ذاق آه ناقير أمش بواس ايراغ لان راديو واث اين كتمييز الراديو غنو ثم بغلي ذاكن عمار انت عطاس الراديو واث الان راديو واث موضوع ايان اغ تماتيك ايك سعان كار يون وسنت اللي في الدين اما راديو القرآن كنت فزر غلي ناق راديو غذ لس كذ راديو تام منوالي ذاكن يال الولاي تسع راديو غين ايك ذاين ايك مد اف مقرآن ذاين روج ذاك سجه بوس غن غير راديو واث غير ذا ش رادي نظ بغلي الاذاعة الجزائرية سيد المدير العام للاذاعة الوطنية لها خاصية معتبرة متميزة كونها تشمل اذاعات وطنية اذاعات موضوعاتية واذاعات جهوية منتشرة عبر ربوع الوطن من دون شك هذا الثراء هو الذي يكسب الاذاعة الوطنية قوة التأثير ويرصخ العلاقة الوطيدة بين الاذاعة ومستمعها في عجالة اقول ان الاذاعة الوطنية هي العرض الاعلامي الاكثر تراء في الجزائر نقول هذا بكل توضع ولكن هي حقيقة عندما نتحدث عن الاعلام الجواري الاذاعة الوطنية تطلق ما لا يقل عن 48 محطة جهوية و10 مكاتب دائمة يعني في النهاية 45 اعف 58 58 نقطة عدد ولايات الوطن طبعا نقطة اعلامية مختصة اساسا في تمكين المستمعين من اعلام جواري موضوعي وهادف فيما يتعلق بالاعلام الموضوعاتي العرض تعالى الاذاعة الوطنية هو العرض الاكثر تراء عندنا الاذاعة الثقافية فيما يتعلق بالاعلام الثقافي فيما يتعلق بالاعلام الوعظي التوعوي عندنا اذاعة القرآن الكريم والاذاعتان انتقلتا هذه السنة أو السنة الماضية للبث 24 ساعة على 24 ساعة الاعلام الشبابي عندنا جيلة فهم الاعلام او الاعلام الاخباري الدولي عندنا الاذاعة الدولية ثم الاعلام العام عندنا القنوات المتعارف عليها القنوات التقليدية هي القناة الاولى الناطقة باللغة العربية والقناة الثانية الناطقة باللغة الامازيغية والقناة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية بالاضافة الى راديونات الذي يقدم شكل اخر من اشكال الاعلام ما يسمى بالاعلام الرقمي هذا الثراء يتبعه ايضا وهذا مهم جدا وهو الثراء الهوياتي والثقافي واللغوي اذاعة الوطنية كما تعلمون بالاضافة للقناة الثانية فيها 25 محطة جهوية تنطق باللغة الامازيغية وليس فقط باللغة الامازيغية ولكن في تنوعاتها الثمانية تنطق باللغة القبائلية او باللهجة القبائلية اللهجة الترقية اللهجة الشلحية اللهجة الشنوية وغيرها والميظابية وغيرها من اللهجات التي تصنع باقة جميلة للغة الأمازيغية والتي نثبت من خلالها بأن قوة الهوية الجزائرية في تنوعها وطرائها إذن كل هذا الثراء كل هذا التنوع في طريقة تقديم الإعلام في طبوع تقديم الإعلام وفي اللغات التي نقدم بها هذا الإعلام كما تعلمون هناك اللغة الفرنسية القناة الثالثة هناك لغات أخرى في القناة الدولية وهي الإسبانية والأنجليزية إذن أقول وأنا مرتاح لأن الإذاعة الوطنية تقدم لمستمعها العرض الإعلامي الأكثر ثراء في الجزائر شكلا ومضمونا وهو ما ساهم في توطيذ العلاقة بينها وبين مستمعها وهو ما ساهم أيضا في توسيع انتشارها حتى أصبح يشمل كل شرائح المجتمع الجزائري كل مناطق الوطن كل الجزائريين المقيمين خارج الوطن والكثير أيضا من الأجانب ما هي الأهمية التي تولونها لدور التكنولوجيات الحديثة للاتصال في العمل الإذاعي سيد محمد بغالي وما هو نصيب التكوين فيما تقومون به في عجالة أقول أيضا بأن الإذاعة الوطنية كانت سباقة إلى دخول هذا العالم العالم الإعلام الرقمي حيث أنها كانت الوسيلة الإعلامية العمومية الأولى التي أطلقت تجربتها الإخبارية الرقمية عبر راديونات قبل سنوات طويلة هذه التجربات دعمت هذه السنة بإطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي تستجيب إلى كل المتطلبات العالمية الأكثر تطورا في هذا المجال أطلقنا أيضا كما سبقا ونقولت التطبيق الجديد على هواتف الهواتف الذاكية لسمارتفون يعني إيوز وأندرويد والتطبيق ماشي بشكل جيد الأصداء التي لدينا مشجعة ومشجعة جدا هذا فيما يتعلق بالمجال الإعلامي في مجال التسيير إن شاء الله نتعهد بأنه سنة ٢٢٢٢ وإحنا أطلقنا العملية للعملية يعني رأي سيرة ستكون سنة الكل الرقمي في الإذاعة الوطنية رقمنة الإذاعة الوطنية خطأت خطوات كبيرة جدا للأمام ومن أجل تحقيق هذا تعاقدنا مع مؤسسة عمومية تملك الكثير من الخبرة والتجربة والكفاءة في هذا المجال هي بصدد مرافقاتنا من أجل تحقيق هذا الكل الرقمي في التسيير وبذلك تتحول الإذاعة الوطنية إلى مؤسسة نموذجية في هذا المجال تسييرا وإعلاما فيما يتعلق بالتكوير نتعهد بتنصيب عن قريب جدا خلال أيام أو أسابيع قليلة إن شاء الله اللجنة البيداغوجية التي ستتكفل برسم استراتيجية التكوير للإذاعة الوطنية وبمتابعة تطبيقها نريد من خلال هذه الخطوة أن ننجز نقلة جديدة في الإذاعة الوطنية نقلة في مجال التكوين حيث أن التكوين سيشمل أفقيا كل التخصصات المهن الموجودة في الإذاعة الوطنية وعموديا هذا التكوين سنستنجد فيه إنصاح التعبير بأشهر وأكبر المؤسسات التكوينية في داخل الوطن وخارج الوطن لأننا نعتقد اعتقادا جزيما بأن مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية المحترمة لن يكون مضمونا إلا عبر إحداث هذه النقلة النوعية في مجال التكوين تنمير ثمسة محمد بغاليا سير مقرد غاق بجديدة تهجيغ راديو ثغاناوثي وكا عرز داث ذو غين يعنين غاق أسخذ من تويلة أثرارن ثناث داكن يفضي يكن ومشوار ذو كحريشا غير ثعود تفضل الضغاق لبلاتفورم نيغ نيمريك ثمينوثي كفذن إلي اندي كان أرنوغ وساناكي كان كنيد فضل الضغنيغ أسخذ من تويلة أنسل يسال لن ذي تليفون ثناث ثناث داكن أجو جالف وثنين وعشرين ذاس غسار يلين الراديو نيمريك إيركل يعني تسخذ من راديو تاوي لثاكيغ أثرارن ولشان ينرى دي قيم مبلغ أسخذ من تويلة ثناث داكن نشتاكيغ يجا كنا كنا تسنيم لو فقط أوكت خبانيث أيو خبانيث إكسعان ثوث ناغ ذو غحري شاكيغ وتوغ الراديو غي غر زي ذا دام ذي غحري شاكيغ يعني تأسخذ من تويلة آث ثناث داكن دو غسان يدي قر ذو غين يعني يعني ناث آك ون دو سلم ذي خدام ناغ يدي الهون سل ستراتيجيث وسلم ذي يحزن مرغ يخدام سل سبيسياليتين سنير كل يخدام راديو وث إير كل يخدام راديو غس فيدي سو سو كون اج واش داك سو خدام إموس ناغ بي غد نتمر ث ناغ نتمر ث ناغ ناغ و لاغ يدي تيل ذي الفراني أتسعو إخدام نفازن أليسعون ثوس ناغ القاين ذو حري شاكي نتكمل قريبا ناغ ناغ محمد بغالي إختي ناغ ناغ صفحي ذا شو توز اللي تمود دو مشهد وكي غير ذا سقسي 5 3 2 0 أرث غير محمد بغالي أمي إث لاغ ليح لاغ يخدام ثو آخر سؤال سيد محمد بغالي عن الظروف السوسيوميينية لعمال الإذاعة ماذا قمتم به في هذا الإطار في هذا الإطار أنجزنا الكثير من الأشياء طبعا أول هذه الإنجازات هو قنوات الحوار المفتوحة على مسرعيها مع الشركاء الاجتماعيين العلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين أستطيع اليوم وأنا مطمئن أن أصفها بالمثالية الحمد لله تتميز بالحوار الجاد الهادئ المطمئن وتتميز أيضا بالكثير من المسؤولية إن من جانب الإذاعة أو من جانب الشركاء الاجتماعيين هذا إنجاز في حد ذاته الإنجاز الثاني لأن المطالب سوسيومهنية ربما يحصرها البعض في رفع الراتب بالمنح إلى آخره ولكن نحن كإدارة لهذه المؤسسة ننظر لها بأعين أوسع إن صح التعبير وفي ذلك أمكاني القول بأننا حسنا كثيرا في ظروف عمل الزميلات وزملاء في المقر المركزي وفي الإذاعة الجهوية وفق طبعا ما تملكه المؤسسة من إمكانيات ويشهد الزملاء بأن كل الإمكانيات التي عندها المؤسسة وضعت من أجل تحسين ظروف العمل للزميلات والزملاء وهذا حقهم وهذا واجبنا أيضا الإدارة أيضا بادرت إلى حل الكثير من المشاكل ربما دون أن يشعر الزملاء في الإدارة الوطنية وهي مشاكل كبيرة جدا يعني تقريبا الإدارة حلت حوالي 80% من المشاكل التي يعانيها العمال دون أن يشعروا يعني بقرارات إدارية نتكلم على مشكل التحويلات مثلا وغيرها من المطالب دون أن نحدث ضجها ودون لأنه عادة هذه الضجة تصنف مع الأسف الشديد ضمن خانة الشعبوية الإدارة الوطنية الإدارة الإذاعة الوطنية عفوا لا تقوم إلا بواجبها تجاء الزملاء والزملاء فيما يتعلق بالمطالب الأخرى كما تعلمون نصبنا قبل أسابيع لجنة الترقيات التي كانت أحد أهم المطالب بتاع العمال للكوميسيون باريتار ديرو كلاسمو يوم الأربعاء تسعة فيفري عادت هذه اللجنة للاجتماع في ظروف مثالية تقريبا من الهدوء والطمأنينة والشعور بالمسؤولية وأكيد أن هذه اللجنة ستخرج بنتائج تصب في صالح العمال وتصب في تحسين رواتبهم إن شاء الله إذن الكثير من الأشياء تحققت الكثير من الأشياء هي بصدد التحقيق والكثير من الأشياء ستتحقق في المستقبل نحن شاعرون بأن مطالب العمال هي مشروعة والعمال أغلبية العمال شاعرون أيضا بأن هذه المطالب لن تتحقق إلا في إطار شعور بالمسؤولية وفي إطار إحساس بما تملكه الإذاعة الوطنية من من إمكانيات الأكيد أننا إن شاء الله عن قريب جدا عن قريب جدا سنفرحه مع المئات من عمال إذاعة الوطنية عبر تحسين مداخلهم وهذا حقهم علينا وهذا واجبنا لهم سنفرحه سنفرحه محمد بغالي إذا كنت قد يش نفرحه في الشوار في المسؤولية يرى وإدارة راديو ثقالنا وإذا أكد يمثلني خدام من السنديكات وشركة الاجتماعية الشركاء وإذا أكد نفرحه في المسؤولية وإذا أكد الخدمة وإذا أجد فإذا أكد الخدمة ينس 4 عيق في مهول وإذا أكد القداش وإذا أكد ينس ثقالنا لا ينس أمن أثناء مرة خطر ينس بعد وإذا أكد 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 فرح نقال لغ تمام لماذا وصلنا لأخر نهاية الحوار في محمد بغالي كلمة أخيرة مرة أخرى توجه بخالص تهاني لزميلات وزملاء في الإذاعة الوطنية لكل الزميلات وزملاء في كل إذاعات العالم بهذه المناسبة أيضا أقول للزميلات وزملاء في الإذاعة الوطنية منتظر منكم أن تساهموا مرة أخرى في الحفاظ على استقرار وطنكم عزيز وعلى وحدته وانسجامه وهذا ما تفعلونه بشكل جيد وجميل كل يوم كل ساعة كل لحظة أن تحافظوا على استقرار مؤسساتكم لأنها مؤسسة حساسة جدا ومطالبة بأن تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على هذا الاستقرار أما نحن في الإذاعة الوطنية فنتعهد لهؤلاء العمال بأننا سنبقى لصيقين بانشغالاتهم بمطالبهم بأننا جزء منهم في الإذاعة الوطنية يجب أن لا نفكر بأن مبدئين يجب أن تكون هناك خصومة بين الإدارة والعمال بالعكس العمال شركاء في تسيير هذه المؤسسة والإدارة شركة في شعور بانشغالات العمال وبمطالبهم إذن هذه العلاقة التي أصبحت نموذجا يحتدى به أدعو الزميلات والزملاء العمال أدعو الزميلات والزملاء الإطارات إلى أن يحافظوا عليها وإلى أن يدعموها بهذه المناسبة أيضا أترحم على كل الذين رحلوا عنا وأدعو بطول العمر للذين مازالوا بيننا وأخيرا أقول زميلاتي زملائي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة أرفع لكم القبعة تنمير تمقرنت ذاول يفزني دون نظام اسمو حمد بغالي ثريت تجميل تدغا غيخ دامنا راديو وثان داما لان إلي مند بوستاقي عن 13 فبريغ أسغلنا ونا راديو وثان ما شيدا سغلنا وذس أيراغ لان نراديو ثمودو ظلوصايات يوكن إخدامنا نراديو أذكملن أمشوارن سن وأذ حاضرن أف الطماناغ ذلامان نتمر ثلطماناغ ذلامان نراديو وثاغلنا وثيغريين نشيوكن أذي لين أذي لين تنمخالطات تنمخالطات ناغ إساغن إفازن جار إخدامن ذل الإدارة وثان حمدنا في جذي إيقموثن أثنين رحمة ربيغ وثمنا الثغزين العمار إيد مازالي وكن أذكملن أمشوارن سن وثنين أدكن كن ويسيم دبرانا راديو ثاغلنا وثالهام وثمودو العهدي وكن أدلهم سويني سوثورن إخدامن ذوين إثني شغفن أخيني ثانمير تنمخالط محمد بغالي أعطيك صحة شكرا جزيلا على تقبولكم دعوة القناة الثانية وكنت ضيفنا اليوم اليوم 13 قناة الثانية العزيزة جدا على قلوبنا شكرا الله يعزشان كسي محمد بغالي أمنهال علينا راديو ثاغلنا وثانمير في ميد وثانمير في كون ويراودي سلانيدي قيما يذنى صفحي ثاكي غارثي مليلي شكرا